ورجعنا لحضراتكم من الفاصل ادي المكارونة باللبن بتاعنا او بالنشا مع الموارد حاجة جميلة اهتقلت اه اللي يشوفها من بعيد مسلا لو بيشو قدام الكاميرا يقول لك مثلا ان ايه دي زي فكرة العشورة ادي بسم الله هنجرب ونشوفها جميلة وحاجة بسيطة وسهلة وبش محتاجة يعني ايه خمات كتير اللي موجود في البيت السكر النشا بس ايبها دي كده خالص ناها شيل دي واجيب منديل وامسح طبق بتاعي مش هحط عليه حاجة دلوقتي هسيبه جنب مني كده اهو لما يبدأ يبرد مش هحطه في تلاجة ولا حاجة قدام حضراتكم كده هوت كأن انا لسه بسيبه عشان ادخله التلاج ايه رأي حضراتكم نشوف هنعمل ايه مع بعض بقى دلوقتي خلصنا من المكارونة معانا حاجة جميلة اوي هنعمل بتفور بطريقة سهلة وبسيطة وسريعة لحباقنا المشاهدين معانا كوب زبدة معايا كوب سكر عندي نص كيلو دقيق عندي فانيليا عندي تلاتة اصفر بيط عندي مربة سوداني جزهند المتاح حسب ما انا عايز هشوف الكمية بتاعتي قد ايه سواء السكر او الزبدة زي ما قلت لحضراتكم عندي كوب صغير وعندي كوب كبير السكر على بركة الله ادي البولا بجيب الزبدة طرية بدرجة حرات الغرفة فيش ايه حاجة وبجيب السكر كده هون واخدهم مع بعض كده بالشوكة طبعا المضرب موجود انا بحاول اسهل لحضراتكم الامور بش محتاجة مضرب او حاجة اهي هون من نتيجة في الاخر هيطلع بتفوري التاكل ولا مش هيطلع بتفوري التاكل ان شاء الله يطلع يحوز الاعجاب ادي الزبدة مع السكر كويس او بالطريقة دي كده كده حاجة سهلة وعلى قد طبق صغير مش كتير الوقت اللي هياخده بس يا دوبك التسوية كده بالطريقة دي بالطريقة دي لو انا بحط بيت كامل بيبقى الارماشة بتاعته متوسطة الابيض بيت بيخليه يعيش معايا فترة ويبقى في سنة كراسبي انا هستعمل اصفر بيت ما عنديش اي مشاكل لان انا بش عامل كمية كتير وبش هتقعد كتير ان شاء الله هيبقى طعمه حلو وهيتاكل بصورة هاخد حوالي اتنين اصفر بيت زي كده واخدهم مع الزبدة والسكر شايفين ادي الفانيليا معا حاجة سهلة وبسيطة ونعملها بالشوكة في البولة من غير بقى مضرب من غير من بهد للدنيا عشان هنعمل شوية بيت فور كده بقى كريمي اهم حاجة ضربة الزبدة مع السكر بالطريقة دي كده جماعة بابدأ انزل بالدقيق بتاعي كده ده بش نص كيلو ده ازياد بس انا بستعمل اللي انا هحتاجه بسم الله ممكن استغنى عندي واجب معلقة كبيرة نفس الطريقة كده باخد دقيق مع الزبدة مع البيض حاجة سهلة ولزيزة ان شاء الله هتلاقوها زي الفور كده اهي بالطريقة دي شايفين كده دي خلاص مش محتاجينه اخدمها بس بادينا كده اديها بقيت البيض اننا محتاجه انا زي ما قلتلكم قبل كده ممكن بيفرق معايا في نوع الدقيق ما عنديش اي مشاكل اه شايفين اه انتظروا تاريو نه كده به ات گازا باگيب الگيس قطع تاريو اللي اشتركوا في القناة لو عندي صاج صغير او كبير حسب الكمية اللي انا هستعملها باديا كده ممكن امسح ايديا برضو عشان ايه بواقف ايديا كويسة قداما طبعا بنحب نشتغل بادينا قدام حضراتكم سواء في المعجنات او في اي حاجة كده بنبقى ايه تحسوا ان الحاجة متبسطة وفي نفس الوقت طريقتها سهلة وبتغني عن مضرب او عجل بسم الله كده ادي نوع اسعب الشكل اللي انا عايزه الطريقة دي كده كزا طريقة للشكل بتاع البتفور في كزا حاجة في احجام طبقى كبيرة في احجام زغيرة حسب ما احنا عايزين كده برضو يعني احنا عملينا على قد طبقى جماعة ادي واحد لو عندي صج كبير مثلا كان هياخد كل الحاجة مع بعضها و لو عايز احط حاجة عليه قبل ما يخش النار لو عايز احط عليه مثلا مربع او حاجة ما فيش اي مشكلة بالنسبة لي كده برضو لو انا عايز دي طريقة دي ممكن لو عايزين نلونها نديها كاكاوة او حاجة دي هيخش على مية وستين او نار متوسطة يستوي ويطلع ايه رأي حضراتكم اسويه وارجع اشوف البتفور بتاعنا ممكن نعمل فيه موسيقى ادي البتفور بتاعنا خلص سويناه في الفورن ادي معانا مربط فراولة موجودة في البيت او اي نوع سواء مش مش او تين او حاجة حسب الرغبة معي ازداني معي جوزهند عملت الشكل ده اللي انا كنت عامله قدامكم يا جماعة بالطريقة دي وادي البتفورية بتاعتنا طريقتها ادي المكارونة مسكت نبدأ نعمل كده ها مثلا حاجة بسيطة بالطريقة دي كده اهي نبدأ نحط شوية زبيب بسيط برضو ولو عايز احط جوزهند حسب رغبة الحياكل حاجة بسيطة كده هوت من النص برضو دي ولو حد عايز يحط قرفة برضو مفيش مشكلة ارجو ان حلقة النهاردة تكون غيرنا التطبيق وعملنا حاجة برضو موفرة وجميلة والى اللقاء اترككم في رعاية الله ونتقابل على خير في حلقات جديدة موحش التوفير